الآن نشاهد عبور أول سيارة قطرية عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط السعودية بقطر هذه السيارة الأولى التي تدخل إلى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي بعد افتتاحه بعد المصالحة الخليجية خلال الثلاث سنوات الماضية أثناء الأزمة الخليجية كان هذا المنفذ لا يعمل الآن بعد المصالحة الخليجية التي أقرت في قمة العلاء نرى إعادة تشغيل منفذ سلوى الحدودي الذي يربط السعودية بقطر نشاهد عدد من وسائل الإعلام توثق هذه اللحظة إضافة إلى وجود الجهات الخدمية المشغلة لهذا المنفذ سيتلو هذه المركبة عدد من المركبات التي ستعبر من قطر كذلك في الناحية الأخرى نشاهد عدد من السيارات التي ستعبر من السعودية إلى الأراضي القطرية